السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا سابق؟ وصلنا إلى الدرس الثاني في الوحدة الخامس التغير الاجتماعي وصلنا للدرس الثاني التغير الاجتماعي مفهوم هذا التغير وعوامله أخذنا الدرس أو الحصة الماضية عن التغير بشكل عام ما هو التغير؟ يعني تطور حياة الإنسان تغير عاداته تقاليده تغير المعارف احتياجات الإنسان والتعليم أثر في هذا التغير والأسرة أيضا تؤثر في تغير الإنسان اليوم نتحدث عن التغير الاجتماعي التغير الاجتماعي يعني تغير مجتمع بكامل يعني نحن نحكي عن مجتمع مجتمع أكمل وأنه كيف يتغير هذا المجتمع الآن الإنسان بالبداية كان يعتمد على الصد يعتمد على جمع الثمار من أجل أن يأكل ويشرب ويستمر في هذه الحياة ثم انتقل إلى الرعي ثم إلى الزراعة ثم الصناعة والتجارة طبعا هذا بنسميه تغير تغير دور اختلاف تحولات تطرأ على أي ظاهرة من الظواهر الاجتماعية في فترة معينة من الزمن يعني يعني مش بيوم وليل انتقل من الصيد إلى الرعي مش بيوم وليل انتقل الإنسان من الرعي إلى الزراعة يعني يحتاج إلى فترة زمنية معينة هذا التحول والاختلاف يحدث في مجتمع معين وهذا المجتمع يتأثر بالعديد من العوامل يعني طريقة الحياة العادات والتقاليب تتأثر بالعديد من العوامل يعني عوامل التغير الاجتماعي كثيرة عندك عامل ديموغرافي تكنولوجي بيئي عامل اقتصادي العامل الديموغرافي اللي أثر في التغير الاجتماعي زيادة عدد السكان في جميع دول العالم وأيضا هجرات الناس من الريف إلى المدن وبالتالي تغيرت طبيعة أعمالهم من الزراعة إلى الصناعة أيضا عندنا العامل التكنولوجي هو أهم عامل من عوامل التغير الاجتماعي التكنولوجيا هي أهم عامل من العوامل التغير الاجتماعي لأن التكنولوجيا أدت إلى ضخامة الإنتاج من الضعف الإنتاج نتيجة لاستخدام الآلات أيضا التخصص في العمل أنه ظهرت تخصصات متعددة أصبح لكل شخص تخصص معين يدرسه من أجل أن يبرع فيه ويمارسه فيه عمله أيضا حتى العلاقات الاجتماعي أيضا حتى العلاقات الاجتماعية ظهرت قيم جديدة فردت على حياتنا الاجتماعية منها مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا وأيضا طبعا التقدم العلمي في مجال الصحة والطب أدى إلى تخفيض معدلات الوفيات كل هذه عوامل أدت إلى التغير الاجتماعي أيضا العامل البيئي طبعا البيئة المحيطة بالإنسان هي اللي بتأثر بنوع النشاط الاقتصادي اللي يمارسه فإذا كانت البيئة اللي حوله مناسب للزراعة يمارس الزراعة مناسب لأنه للحرف يمارس الحرف اليدوية مناسب للصناعة يمارس الصناعة فالعامل البيئي يؤثر في طبيعة النشاط الاقتصادي الذي يمارسه الإنسان أيضا العامل الاقتصادي أثر في التغير الاجتماعي من حيث أن المرأة دخلت بقوة في سوق العمل وأصبحت إلها ومناصب ووظائف المؤسسات الحكومية والأعمال المهنية إذن مهم جدا نعرف في سابع مفهوم التغير الاجتماعي ما هو التغير الاجتماعي هو الاختلافات والتحولات التي تطرع على أي ظاهرة من الظواهر الاجتماعية في فترة معينة من الزمن في مجتمع معين مثل طريقة الحياة والعادات والتقالي الآن ما هي عوامل التغير الاجتماعي مع ذكر مثال الأول عامل الديمغرافي السكاني مثال عليه أدت هجرات السكان من الريف إلى المدن إلى تغيرات في طبيعة الأدوار الوظيفية والعلاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع أيضا عنا العامل التكنولوجي التقني وهو أهم مصدر رئيسي للتغير الاجتماعي عينوها ما هو أهم ما هو المصدر الرئيسي للتغير الاجتماعي هي التكنولوجيا مثال عليها ضخامة الإنتاج والتخصص في العمل اثنين ظهور علاقات اجتماعية وقياً فرضتها الحياة الجديدة أدت إلى حدود تغير اجتماعي سريع ثلاثة التقدم التكنولوجي في الطب ساعد على خفض معدلات الوفيات أربع مواقع التواصل الاجتماعي أيضا عنا العامل البيئي مثل أنه تؤثر البيئة في نوع النشاط الاقتصادي الذي يمارس السكان وهذا يؤثر في علاقاتهم وعاداتهم وتقاليدهم أيضا العامل الاقتصادي مثل دخول المرأة بقوة إلى سوق العمل دخول المرأة بقوة إلى سوق العمل الآن في عنا نشاط بين العامل المسؤول عن حدود ما يلي زيادة كمية المعلومات تكنولوجي زيادة عدد سكان المدن ديموغرافي ترشيد استهلاك المياه اقتصادي زيادة كميات الإنتاج اقتصادي توسع العمراني اقتصادي انخفاض نسبة الأراضي الزراعية اقتصادي وبيئي الآن كيف نعرف أنه في تغير اجتماعي بأي مجتمع من المجتمعات لازم يكون في مظاهر أول شيء تغير في العادات والتقاليد الاجتماعية مثل أنه بتتغير عادات الناس لباسهم مأكلهم مشربهم حتى الزواج بتغير عادات الزواج وأيضا التغير في الأدوار والمراكز الاجتماعية فباللاحظ أنه هجرة الناس من الريف إلى المدن أدى إلى تغيير وظيفتهم الاقتصادية من الزراعة إلى الصناعة إذن ما هي مظاهر التغير الاجتماعي واحد التغير في القيم والعادات الاجتماعية منين التغير في الأدوار والمراكز الاجتماعية وهيك يا سابع بنكون أنهينا الدرس حلو الأسئلة ويعطيكم العافية